ما نوع التأثير الذي أحدثته الأنترنات على بلداننا الإسلامية؟ هل كان نفع الأنترنات على المسلمين أكثر من ضررها عليهم؟ وكيف تعاملت الدول الإسلامية مع منافع الأنترنات ومضارها؟ هل يمكن للمسلمين تحقيق الاستقلالية التامة في مجال الأنترنات؟ وهل هناك محاولات في عالمنا الإسلامي للتحرر من التبعية في هذا المجال؟ المسلمون والأنترنات بين المخاوف والتحديات موضوع حلقتنا لبرنامج أفكار حرة يأتيكم في الأوقات التالية